توسع الاستيطاني لا يتوقف على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت آخر فصوله تمثل في شق طريق استيطاني في منطقة قنية المحادية لمستوطنة نفئن حنياء التي تتمدد باستمرار وتضيق الخناق على المواطنين وأراضيهم في قرية سكاكا هناك تجريف يومي يصير في الأرض يعني قبل فترة جرى فلتحت شوية واليوم طلعه يعني ظهر يصير الدور يعني بس ظهر غير يصير الدور وإحنا يعني ممنوعين من البناء وعندنا اختلاط ممنوع التبني أما هم يبنوا على راحتهم وتوسعوا زي ما بتهم سكاكا مساعتها تقريبا ثمنة آلاف دنوم ثمنة آلاف دنوم نعم صحيح محاطب المستوطنات زي باقي كرة محافظة سلفيت أرئيل تفوح نفين حمية يعني مسكر علينا من كل الجهات زي ما انتو شايفيني اخوان كل يوم هذولا اشتغلوا عملية زي السرطان بيطلعوا نتفي 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 هاي يوم لو وصلوا عند الدار هاي هاي الدار اعطوا اختار هنا وهم مسمحين لهم بس هنا مش مسمحين لنا اشي بعدين اشي ثاني هاي كل منطقة الشمال سكروها وهي يوم سكروا هسا كيف الناس لا تطلع على الزتون تصرح تيجي مش عارفين اللي ما انا عارفين وهي دارة هاي هين موجودة هين يعني ما هيش بعيدة عنهم يعني عن جد خايفين فعلا مش عارفين شو من نسوي 27 دنما فقط يسمح للمواطنين البناء فيها في سكاكا من اصل ثمانية الاف دنما هي المساحة الكاملة للقرية المهدد جزء كبير من اراضيها بالمصادرة بعد احاطتها بثلاث مستوطنات لما بيجي بتمشكل معنا وبيصير كل انت انا مكرب على حده اللي انا من جدي وجد جدي الارض انا متورثها هم بيجي ويصير كل الجندي او المسؤول الضابط جيبوا وراك ثبوتية طب هو يجيبوا وراك ثبوتية هاي اللهم الارض مستعمرة في ارضي هاي الارض والله اننا فيها الارض خلعونا ميت غرس الزتون عمر الغرسة حوالي 13 سنة قال شو هذا الشارع التفافي هذا الشارع المشترك هسا انا بسمحولي ما بسمحولي ان انا افوت في الشارع الاحتلال عرق لفلاحة الارض في هذه المنطقة بسبب قربها من مستوطناته وجاء شق هذا الشارع للسيطرة على مئة دنوم اخرى من الاراضي لصالح المستوطنين هكذا يحرم المزارعون من اراضيهم اغلاقها بالحجارة تجريفها واستيطان يتوسع يوميا عليها هنا لا يوجد حدود لم يتجاوزها الاحتلال من قرية اسكاكة محمد اشتاية تلفزيون فلسطين